اشتركوا في القناة وحقق إرادات 11.6 مليون دولار في أول 3 يام من عرضه في ألمانيا وبريطانيا الفيلم بيحكي عن قصة حياة محمد وميمو بيعاني من إصابة ذهنية وهو من أصحاب الهمم اللي عنده طفلة صغيرة اسمها أوفا عندها 6 أسنين وبيقوم برعايتهم الجدة فاطمة ووالدة أوفا اتوفت وهي بتولدها اللي هي عائشة بتدور أحداث الفيلم حوالين محمد وطبيعة علاقته الجميلة ببنته وإزاي هي مرتبطة جدا بوالدها وبتدافع عنه من تنمر أصدقائها في المدرسة محمد بيتم اتهام ظلم بأنه هو قتل بنت قائد الجيش التركي وبيتم تعذيبه وأغزق باعتراف منه أنه هو قتلها بالفعل وبيتم تحويله للسجن بيتعاطف مع مدير السجن وزملائه في الزنزانة رقم 7 أول لما بيدخل معه الزنزانة بيكونوا طبعا حقدين عليه وأنه هو قتل بنته صغيرة فبيضربوه وبيعملوه وحش في البداية لكن مع الوقت لما بيعشروه وبيعرفوه قد إيه هو إنسان طيب وحنين ومستحالة يكون ارتكب هذي الجريمة فبتتغير معاملتهم ليه وبالفعل بينجح محمد في أنه هو يغير حياة كل المساجين اللي معاه في الزنزانة الأحسن لدرجة أنه هو حتى لما بيبان في النهاية أنه هو بريء وبيستمر قائد الجيش فيه اتهامه ليه وأنه هو مصمم ينفس فيه حكم الإعدام فبيقوم أحد المساجين بالتطوع لتنفيذ حكم الإعدام فيه بدلا من محمد أو ميمو علشان يعيش مع بنته وتكبر ويكملوا حياتهم مع بعض الفيلم في منتهى الجمال وقصة مؤثرة جدا المشاهد جميلة جدا وطبيعية البنت قيمة بالدور حلوة قوي قوي مشاهد تعاطف البنت مع والدها وتعاطف مدير السجن والمساجين مع البنت جميلة جدا جدا أهم اللي أطاطل في الفيلم لما المساجين بيجتمعوا مع بعض وبيقرروا أن هما يجيبوا قوفا جوة الزنزانة علشان تشوف والدها قبل ما يتم التنفيذ حكم الإعدام فيه الممثل أراس بولوت اللي قام بالتمثيل في العديد من المسلسلات الناجحة مثل مسلسل على مر الزمان في عام 2010 ومسلسل حريم السلطان قام بدور ابن السلطان سليمان القانوني في عام 2011 وفيلم ذا بيت في عام 2017 أتمنى لكم مشاهدة جميلة إن شاء الله ولو عجبكم الفيلم لايك وسبسكرايب وإن شاء الله انتظروني في حلقة قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة